اشتركوا في القناة المناطق. درجة حرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق تكون أعلى وقليل من المعدلات في المنطقة الشمالية بسبب تأثيرت كالمناطق بكتلة هوائية حارة يوم الاثنين تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأطرب والغبار في المنطقة الشرقية والمستبع في العاصمة الرياض تنخفض الرؤية الوفقية قليلا لتكون حول الالفين متر بينما يستمر الطقس مستمر في باقي المناطق وتستمر درجة الحرارة أعلى من معدلاتها في المنطقة يوم الثلاثة تستمر فرص الغبار الخفيف في المنطقة الوسطى والشرقية بسبب الرياح المثيرة للأتربة والغبار لكن بأقل شدة من يوم الاثنين درجات الحرارة تكون في أواخر ثلاثينيات في المنطقة الوسطى بينما تكون أربعينية في المنطقة الشمالية والشرقية بينما تكون لجوة معتدلة في المنطقة الجنوبية الغربية يوم الأربعة بإذن الله لا تغير على الحالة الجوية باستثناء تلاشي فرص الغبار وانخفاض سرعة الرياح في المنطقة الشرقية والوسطى درجات الحرارة متوقعة أن تكون حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية لتصبح حول المعادلات أيضا يوم الخميس بإذن الله المزيد من انخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام أيضا تكون درجات الحرارة حول معدلاتها في باقي مناطق المملكة مع استمراء الأجواء المستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا مع بعض التشكلات الرعدية الخفيفة والعشوائية والمتفرقة ساعات الظاهرة والعصر يوم الجمعة أيضا لا تغير على الحالة الجوية درجات حرار حول معدلات المثلية هذا الوقت العام تقص مستقر في عموم المناطق باستثناء بعض التشكلات الرعدية الخفيفة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية بهذا نوني نشرتنا إلى اللقاء شكرا